نبأ جيد من عدن هذه المرة النبأ نقله رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر خلال لقاء جمعه بقيادات البنك المركزي والمالية ومفاده أن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت الحكومة بأنها قد رفعت الحظر عن حساباتها وفيما أكد رئيس الوزراء أن حكومته ستسعى إلى رفع الحظر الذي لا تزال دول أخرى تفرضه فإن نبأ كهذا يفتح المجال أمام تطورات إيجابية على الصعيد المالي والاقتصادي ويخرج الحكومة من المأزق الذي وضعت فيه منذ أن قررت نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن الخطوة الأمريكية ساهمت في بدء العمل بنظام سويفت في البنك المركزي اليمني من العاصمة السياسية المؤقتة عدن جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء إلى مقر البنك لتدشين العمل بهذا النظام إجراء قالت الحكومة إنه تم بعد أن نجحت في إتمام السيطرات الكاملة على مكونات النظام الرئيسية من الآن فصاعدا سيقوم الفريق المشغل لنظام سويفت بتطوير العمل والبدء في إرسال واستقبال الرسائل المالية بين البنك ومختلف البنوك العالمية الأخرى بعد أن تم تجاوز كافة الصعوبات التي كانت تعيق العمل في البنك المركزي اليمني وأصبح اليوم جاهزا للقيام بكل المسؤوليات والمهام المناطة به خطوة مهمة للغاية وسط هذا الموج المتلاطم من التحديات الاقتصادية والأمنية من التصعيد اللافت للأجندات المناهضة لعملية استعادة الدولة والاستقرار التي تضع عدن في مواجهة احتمالات بالغة الخطورة هو الموقف الدولي إذن من ساهم في إبقاء التحديات المالية والاقتصادية أمام الحكومة بهذا القدر طيلة الفترة الماضية وهو اليوم من يمعيد إطلاق النشاط المالي والاقتصادي للحكومة وبقي أن تحظى الحكومة بفرصة المنتظرات من التحالف لفرض نفوذها السياسي والأمني والإداري والخدمات في محافظات يفترض أنها محررة وعاصمة يفترض أنها الملاذ الآمن للحكومة